حيث تتضافر جهود الكوادر الطبية في كل دولة لمواجهة الوباء الذي صار ينتقل ككرة الثلج وفي العراق أدركت شريحة الأطباء حاجتها لدورات التدريب والتطوير والتأهيل والتي انتبنتها معاهد متعددة وبإشراف كوادر صحية حتى بدأت تقطف ثمارها في تراجع بنسبة الاعتماد على دول الخارج وازدياد وحي الطبيب وعودة الثقة لدى المواطن التفاصيل أكثر مع الزميل منشد الأسادي التراجع الحاصل في نسبة اعتماد الأطباء على السفر والهجرة لزيادة الخبرات يؤشر لما تفذله المؤسسة الصحية فضلا عن الأخذ بيد معاهد تدريب وتطوير المهارات الطبية لغرض مواكبة هذا التطور الشريع لا بد من وجود مراكز محلية لغرض استقطاب الطبيب العراقي بهدف السقل مهاراته بهدف زيادة مهاراته الطبية في مجال الجراحة الناظرية مجال الجراحة الناظرية مجال جدا واسع ويختصر على المريض ويختصر على الطبيب أمور كل شو هواية الآن بالعراق للأسف أنه احنا مراكز لتطوير الجراحة الناظرية ما عدنا بشكل نموذجي مقارن للمراكز الموجودة خارج العراق موجودة المراكز لغرض التدريب بأوروبا موجودة بالهند موجودة بأمريكا موجودة بلندن حاليا هذا التدريب والتطوير حول الجراحة الناظرية لأن حاليا التوجه صار بالفترة حاليا نحو الجراحة الناظرية فهذا أول محط تم افتتاحه في بغداد هذا النوع من التخصص هو الجراحة الناظرية وهنا يجري تدريب أطباء على العمليات بشكل علمي فضلا عن محاضرات الناظرية السباح الخير أنا أكتورة نورا مقيمة قدمة الجراحة العامة بمستشفى البصر العام جيت هنا أنا أدرب على الجراحات الناظرية طبعا هي الدورة بيسك بيها بيسك وبيها أدفانس أنا جيت هذه البيسك وإن شاء الله بالفترات الجاية أخذ الأدفانس وأزاء ما يواجه العالم من وباء أصبحت كل دولة تعتمد على كفاءتها فيتسابق هنا أطباء من محافظات مختلفة لتلقي أحدث العلوم على يد أساتذة أكفاء من كلية الطبي بجامعة بغداد والهدف هو اكتساب الطبيب مهارة حقيقية تقلل من نسبة الأخطاء وتعطي دماء جديد للطبي في العراق لفنجان الصباح من شد الأسدي العراقية الإخبارية